أهلا بحضراتكم هبتدي الحقيقة أنا بشوفها مش بس لقطة اليوم لكن بشوفها كمان درس مهم جدا للتاريخ ودرس مهم جدا للجاي فيه نمازج الحقيقة أو أمثلة على أسماء كتير جدا توقفت مسيرة عطاقهم للنادي الأهلي لكن أبدا التوقف ده لم يؤثر على حبهم وانتمائهم للنادي الأهلي من ناحية ولا على قدرهم ومعزتهم بالنسبة للنادي الأهلي وإداراته ولا على مكانتهم كمان في قلوب جماهير النادي الأهلي هاللقطة الحقيقة مرتبطة طبعا بنجم أستن فيلا ونجم النادي الأهلي السابق محمود تريزيجي اللي زار النادي الأهلي النهاردة واستقبله كابتن محمود الخطيب وبالمناسبة حتى يمكن أن تريزيجي في كلامه على زيارته النهاردة نادي الأهلي قال إنه واحدة من أكتر الأسباب اللي رفعت حالته المعنوية بعد إصابته طبعا دي لقطات زي ما حضراتكم شايفينها والحقيقة دخل النهاردة طبعا استقبله كابتن خطيب وحضر تمرين فرقة زي ما حضراتكم شايفين في الشوت ده عشان يحصل تريزيجي ماشي يبقى له قد إيه تريزيجي ماشي يبقى له كتير لكن أول ما رجع دخل بيته لقى الناس بتقوله أهلا وسهلا لقى نفس حالة الاهتمام كما لو كان واحد من لعبة النادي الأهلي وعلى الشباب اللي جاي اللي هيشيل الرأية بعد الجيل الحالي إنه يسأل نفسه ليه ليه فيه ناس خرجت وانقطعت صلاتها بالنادي الأهلي وخسرت كتير جدا أرصدها في قلوب جماهير النادي الأهلي العظيمة وليه فيه جماهير رغم إنها ما بقيتش بتمثل نادي الأهلي ومش لابسة تيشرت نادي الأهلي ما زالت يعني جمهور نادي الأهلي بيقدرها وبيحترمها وبيحبها رغم إنه إنها يعني احترفت برا مصر أو حتى احترفت جوا مصر ده سؤال مرتبط بفكرة الاختيار أنت إزاي بتختار إنه تنهي علاقتك مع نادي الأهلي حتى ولو لفترة مؤقتة فكرة إنك أنت وأنا قلت أبداً الأهلي ما بيقفش على حد ويا منجوم كتير قوي قوي من 1907 لغاية النهاردة تبتتكلم على كم كبير جداً من النجوم في مختلف الألعاب مع كامل التقدير والإحترام لأسماءهم ولإسهامتهم ولبطولاتهم ونجحتهم اللي حوامل نادي الأهلي لكن أغلبهم في طين سيان الباقي الوحيد هو النادي الأهلي اسم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي وبالتالي درس مهم جداً للجايد ولازم تسأل نفسك إزاي في يوم الأيام حتى ولو مسيرة عطائك توقفت للنادي الأهلي تحافظ على انتمائك للمكان وتحافظ على حب واحترام جماهير ومسؤولي النادي الأهلي حتى بعد انتهاء مسيرة عطائك ده أعتقد الدرس الأهم في لقطة النهاردة في زيارة محمود تريزيجي للنادي الأهلي واستقبال كابتل خطيب ليه حتى مشاعر الود والحب اللي بانت بينه يعني يا مستر موسيماني ما قابلش تريزيجي قبل كده يمكن يكون عارف انه تريزيجي كان لعيف الأهلي شاف له مطشه لكن رجل النهاردة استقبله ورحب به لعيبة كلها الحقيقة استقبلته ورحبت به بشكل كبير جدا ونتمنى له طبعا يعني انه الشفاء العاجل وانه يرجع بالسلامة طبعا يكون ان شاء الله بإذن الله فورما أحسن من الأول طبعا هو عنده رباط صليبي وان شاء الله بإذن الله يعني طبعا رباط صليبي دي زمانكت مشكلة كبيرة قابتهالي النهاردة يعني الطب بتقدم بشكل كبير وان شاء الله يكون عنده القدرة انه يرجع ويواصل مسير تنكحة واحد من أنجح اللاعبين المحترفين المصريين في الوقت الحالي يمكن هو وصلاح وانني يقدموا الحقيقة وراء اعتمادهم في واحد من أقوى دوريات في العالم كله طبعا الدوري الإنجليزي كان ليه اجتماع النهاردة كمان قابل فيه كابتن سيد عبد الحفيز وطمن منه على تطورات الإصابة وعلى خطوات العلاج اللي بيقوم بيها وزي ما قلت لحرارتكم طبعا كان ليه لقاء مع كل اللاعب أثناء التمرين